بسم الله الرحمن الرحيم واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر يا رسول الله ذلك الزمان الذي كان يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني الكعبة القواعد جمع قاعدة يعني أساس البيت أي كان إبراهيم يبني أساس البيت الحرام ويرفعه من الأرض ببناء الحائط عليه ويعينه في ذلك إسماعيل وهو ابنه بإعطاء الحجارة له وهما يدعوان في حال البناء يقولان ربنا تقبل منا هذه الخدمة لبناء بيتك إنك أنت السميع لدعائنا العليم بما نعمله ونقصده خالصا لوجهك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكان من دعائهما أيضا حين بناء البيت هذا الدعاء ربنا وجعلنا مسلمين لك يعني خاضعين مذعنين هذا من الإسلام بمعنى الخضوع والإذعان والإنقياد مسلمين لك في جميع أمورنا طبعا كانا مسلمين من قبل فيدعوان للإسلام في المستقبل باستمرار التوفيق والألطاف الإلهية فالدعاء بالإسلام لا ينافي كونهما كذلك قبل الدعاء إذ الإسلام مثل سائر العقائد والأعمال بحاجة إلى الاستمرار وهذا الاستمرار لا يكون إلا بهداية الله وتوفيقه فكما أن الابتداء لا يكون إلا بعونه سبحانه كذلك الاستمرار هذا مثل إهدنا الصراط المستقيم حيث نتلو هذه الآية في كل صلواتنا يوميا بمعنى استمرار الهداية في المستقبل ويستمر إبراهيم وإسماعيل في الدعاء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا رب اجعل من ذريتنا وأولادنا أمة مسلمة لك الإسلام هو تسليم الأمور لله سبحانه وتعالى في الاعتقاد والقول والعمل وأرنا مناسكنا يعني عرفنا وعلمنا كيف نفعل ونتعبد لك في مراسيم الحج المناسك جمع منسك أي أماكن العبادة مثل عرفات والمشعر ومنا المواضع التي تتعلق النسك بها النسك والنسك يعني العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى يقال رجل نسك أي عابد وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهما حيث أراهما جبرائيل عليه السلام موضع الصلاة والوقوف وغيرها من أماكن العبادة في الحج وتب علينا يعني اعطف باللطف والرحمة علينا ارجع إلينا بالمغفرة التوبة بمعنى الرجوع لذا يقال الله تبارك وتعالى هو التواب أي كثير الرجوع إلى عبيده إنك أنت التواب بعبادك يعني كثير العطف عليهم بقبول التوبة الرحيم بهم فتستجيب أدعيتهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويستمران في الدعاء قائلين ربنا وابعث يعني أرسل فيهم يعني في ذريتنا أو في الأمة المسلمة التي طلباها من الله تبارك وتعالى أرسل فيهم رسولا منهم يعني من نفس هذه الأمة أو هذه الذرية لا من أمة أخرى حتى يكون لهم الشرف بكون الرسول منهم وقد استجاب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء وبعث محمدا صلى الله عليه وآله من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم الدلائل والبراهين الدالة على الله تبارك وتعالى وهكذا يتلو عليهم أحكام الله ويعلمهم الكتاب يعني القرآن الكريم والحكمة يعني التشريعات والآداب وغيرهما الحكمة بمعنى وضع كل شيء موضعه فمعنى الآية أن الرسول يعلمهم الكتابة والحكمة يعلمهم العلوم الكونية والتشريعية فيضعون كل شيء موضعه فأن الجاهل لا يتمكن من وضع الأشياء مواضعها لجهله بها ويزكيهم يعني يطهرهم من الأدناس والقدارات الأخلاقية والعملية وذلك بقلع جذور المفاسد الاجتماعية والرضائل الأخلاقية إنك أنت العزيز الحكيم فالله تبارك وتعالى هو القادر على استجابة الدعاء العزيز حقيقة هو الله العزة لا تكون إلا بقلة الوجود وكثرة الاحتياج والله هو العزيز حقيقة فأنه واحد لا شريك له والكل محتاج إليه فهو القادر بشكل مطلق على تلبية الطلبات دون غيره وهو الحكيم فيستجيب الدعاء بحكمة وأفعاله نابعة عن حكمة وما طلبه النبي إبراهيم وإسماعيل إنما كان عين الحكمة لذا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهما وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين